تباروح مع حضرتك لملاف تاني ومنظومة الانتاج الحيواني والداجيني ويمكن منظومة الانتاج الحيواني الحديث على وجه التحديد واللي افتتح اخر مشروعاتها سيد رئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة السادات وكمان شفنا مسألة الشغل على مسألة تحسين السلالات توفير كل الامصال واللقاحات المفروض تكون موجودة قوف البيتارية بتجوب كل محافظات الجمهورية علشان ترعى صغار المواشي عند الفلاحين شايف ازاي هذا القطاع يعني أول حياته كانت من ضمن أولوات الدولة برضو أننا نوفر الامن الغزاية في البروتين من أصل الحيوان لو اخذنا البروتين من أصل الحيوان هلدع عدد من المصار صحيح حتى منظومة الألبان الجديدة بالضبط هلدعي اللحوم الحمراء هلدعي الألبان هلدعي الدواجن بدل ما إدا الأسماك تقريبا معظم هذه المكونات حصل فيها اكتفاء ذاتي وحصل فيها تفرات لو لم يحصلش اكتفائها ذاتي حصل فيها تفرات كبيرة هنلاقي الألبان أو فكرة الإنتاج الحيواني عموما هنلاقي حصل تطوير في أعداد الرؤوس وزيادة في أعداد الرؤوس ويمكن كان مشروع البتلو واحد من أدوات الدولة اللي استخدمتها في زيادة أعداد الرؤوس هذا المشروع اللي كان مخصص ليه 100 مليون جنيه قبل 2014 النهاردة احنا بنتكلم فيه أكتر من 15 مليار جنيه مخصصين لهذا المشروع حجم التمويل للمزارعين والفلاحين والمربيين من هذا المشروع وصل لأكتر من 7 مليار جنيه أكتر من 40 ألف مستفيد أكتر من 0,5 مليون أو ما يقرب من 0,5 مليون رؤوس ماشية جيدة تم إضافتها من خلال مشروع البتلو وكمان فكرة تحسين الوراسي استهدفت مليون رؤوس في الفترة الأخيرة وتم العمل على تطويرهم وبدأ ما احنا بتزود أعداد الرؤوس وبنزود انتاجية الرؤوس فمحتاجين يكون عندنا وسيلة لتسويق المنتجات بتاعت صغار المزارعين فالدولة أنشأت مجموعة من مركز تجميع الألبان أكتر من 212 مركز لتجميع الألبان علشان نسهل على المزارع فكرة أو على المربي فكرة توريد الألبان علشان ما يحصلش عنده أي نوع من أنواع الخسائر والدولة إدت لكل مركز تجميع ألبان بيتم إنشاؤه أو أي مركز بيتم تطويره شهادة عالمية بتضمن جودة وسلامة التعامل مع الألبان ومنتجاتها ودي بتضمن منتجة علي الجودة للمواطن المصري وكمان تفتح فرص تصديرية للمهتمين بعملات التصدير حتى كمان في الإنتاج الداجيني إحنا شفنا نفس النموذج اللي بيحصل الدولة بتضخ أو بتحدد مناطق جديدة للإستثمار في مجال الإنتاج الداجيني بتفتح فرص إستثمارية جديدة وكمان منغير الموقف الوبائي اللي قعد أكتر من أول 2005 تقريبا وإحنا كان موقفنا فيه شكل من أشكال السلبية بدأنا يتغير الموقف الوبائي ويكون دولة زياد منشآت خالية ويكون عندنا أكتر من 40 منشآة خالية من إنفلونزة طيور ودي ديد فرصة وجاذبه أكبر لمزيد من الإستثمار في هذا القطاع اللي الحمد لله قدرنا نحاق فيه اكتفاء ذاتي حتى في مجال البحوث التطبيقية كمان علشان نقدر أن نحن نوصل لأنه عندنا سرالات سليمة يتم كمان تحسين هذه السرالات اشتغلنا على مسألة البحوث التطبيقية بشكل كبير هو البحث العلمي كان واحد من أهم المكونات اللي استخدمتها الدولة المصرية في كل مجالات الزراعة وإحنا عندنا الحمد لله في وزارة الزراعة في مركزين كبار جدا أو جناحين علميين كبار جدا مركز بحوث الزراعية ومركز بحوث صحراء وليهم مكانة دولية وليهم مكانة إقليمية ويعني هم الحياة من المراتب المتقدمة على مستوى المنطقة في مجالات البحث العلمي في قطاع الزراعة وهم الأكبر كمان حجم الأبحاث وحجم الجهد اللي حصل في تطوير السلالات واستحداث تقنيات جديدة للتربية وتقنيات جديدة للزراعة وأساليب جديدة للزراعة زي نظام زراعة المصاطب مثلا اللي بيزود انتاجات الأمحة ويخليه قادر أنه هو يواجه بعض التغارات المناخية ده كمان بيساعد استنبطة أو جديدة وأصناف جديدة ده كمان ووضع خرطة صنفية ده كمان بيساعد بشكل كبير في تقليل التكاليفة على الفلاح وعلى المزارع وأنه كمان يساعد أنه يزود انتاجه وبالتالي يعظم أرباحه ونظمة الشتلات واستخدام الشتلات الأصب في الزراعة دي لها نعكاس إيجابي كبير جدا على الفلاح فالحقيقة المجالات كتيرة جدا في مجالات البحث العلمي في قطاع الزراعة وإحنا بنهتم قطاع حيوي جدا الحقيقة والحديث فيه يعني لا ينتهي